بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الغالي أخت الغالية يا من تسمعني الآن وأنت على فراشك اعلم أخي أن هذه الدنيا قصيرة وأن هذه الدنيا دار ممر وليس الدار مقر الذي أريده منك أخي الغالي أخت الغالية أن تمسح كل مقطع يغضب الله جل وعلا في جوالك أن تمسح كل أغنية أن تمسح كل معصية وكل صورة لا تليق أن الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليها لماذا؟ لأنك سوف تنام بعد قليل والنائم تصعد روحه إلى السماء ولكن قد هذه الروح لا ترجع لك يا عبد الله إلا وأنت في قبرك ثم والله الذي لا إله إلا هو تحاسب على كل أغنية سمعتها والله أنك تحاسب على كل مقطع رأيته بعينك والله أنك تحاسب على تلك المقاطع التي نشرتها في تويتر أو في الواتساب أو عبر بلوتوث إخواني هذه الحياة قصيرة فعلينا أن نراقب الله جل وعلا قبل أن تنام امسح كل مقطع في جوالك لا يرضي الله سبحانه وتعالى قبل أن تنام سامح الأنام كل من اغتابك كل من تكلم عليك قل يا رب كل من اغتابني كل من تكلم عليك فهو في حلم طهر قلبك حتى تكون قريب من الله سبحانه وتعالى ختاما أقول يا عبد الله يا أمة الله لا تغركم هذه الدنيا لا يغرك شبابك يا عبد الله والله ما أهون العباد على الله إذا عصوه أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله أسأل الله أن يتقبل توبة التائبين وأسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته صلى الله وسلم على نبينا محمد